نروح للأخبار المحلية ونبتدي بالسلاح اللي دايماً السلاح بيكون معنا في الأخبار المفرحة والمبهجة بشكل كبير أعلن طبعاً كابتل عميلة بن حسيني رئيس الاتحاد إن مصر هتستضيف كأس العالم لسلاح الشيش مصر هتستضيف كأس العالم لسلاح الشيش طبعاً في العاصمة الإدارية في نادي النادي اللي موجود في العاصمة الإدارية لأن السلاح هناك عندهم صالة مجهزة بكل الإمكانيات وبكل الأجهزة المعدلة لذلك طيب إيه هتبقى عبار عن إيه فردي وفرق؟ كم دولة هتشارك؟ حوالي 40 دولة هتشاركوا في كأس العالم وأكتر من 500 فرد التسجيل في البطولة مفتوح حتى 17 فبراير وهتبقى من 23 إلى 26 فبراير اللي احنا فيه بإذن الله وأكد الحسين رئيس الاتحاد أن قرار إقامة البطولة في العاصمة الإدارية بيعود لكذا سبب دعاً طبعاً لسان رئيس الاتحاد ومنهم إبراز العاصمة الإدارية ومنشئاتها البنية التحتية اللي فيها والصلاة اللي موجودة على أعلى مستوى وكمان قال انتحاد السلاح بقى عنده هناك صالة مخصصة زي ما قلت لحضراتكم بالكامل بكل أدواتها ولعبوا عليه كذا بطولة في الفترة اللي فاتت وقال إن مصر بقى عندها رصيد وثقة كبيرة في الفترة اللي فاتت وده بسبب تنظمنا بطولات كثيرة وأحداث كبيرة زي بطولة العالم للكبار 22 ومن قبلها بطولة العالم للناشئين وبطولة كأس العالم والجائزة الكبرى في السين اللي فاتت اتحاد السلاح زي ما قلت حاجة يعني جميلة جدا جدا وعلى فكرة كابتل عمنا من حسيني دايما بيبرز النجاحات اللي بيعملها واللي بيقوم بيها هذا الاتحاد ومجلس إدارته وعلى فكرة مش دايما يعني زي ما بيقوله مش دايما يعني نتاج بتكون أول عالم أول عالم لا ممكن يكون بياخد رابع عالم ثلاث عالم وهو بيقول الراجل أن احنا محتاجين تركيز الفترة اللي جاية يعني مش دايما بيمدح في نفسه أو حاجة يعني النهاردة هم نازل خبر على نتائج الناشئين والراجل بيقول يعني محتاجين تركيز الفترة اللي جاية يعني أنا بس مش لاقي البوست أجيبه لحضراتكم ولكن يعني حتى هو بيحاسب نفسه رئيس الاتحاد قبل ما حد يحاسبه وده اللي احنا عايزينه والله يا جماعة لو قدرنا نستنسخ هذه أو التجرب دي للاتحاد النكحة اللي بتحط مصر أول تاني تالت في كل الاتحادات بأمانة هيبقى الرياضة لها شأن تاني لازم نشوف اللي بيعملوا الاتحادات النكحة كرة اليد السلاح الرماية أنا مش عايزة أنسخ الخماسي مش عايزة أنسخ لازم نستنسخ التجرب دي ونشوف الاتحادات اللي عندها أزمة وتعثر ونخش نصلح معرفش بقى تتعامل إزاي يعني مش لازمها مش كل حاجة تدخل حكومي بانا كدولة لازم أطلع بالرياضة فلازم أشوف لازم نقعد ونشوف يا جماعة الاتحادات اللي بتخفك دي بتخفك ليه لازم نقعد معها ونشوف هل في مشكلة في الاعداد هل في مشكلة في التمويل إنما الدنيا تتساب كده لأ يبقى الاتحاد اللي يبدع نقف جنبه والاتحاد اللي عنده مشكلة نشوف مشكلته فين ونحاول نحلها